رغم أن أبل لم تعلن إطلاق هاتفها الجديد آيفون 6 وإنما قالت بوجود إعلان الثلاثاء القادم إلا أن الكثير من محبي الشركة واثقون بأنه سيكون إعلان الهاتف الجديد لذا قرروا الانتظار في طوابير آملين بأن يكونوا على صواب الشريكان جيسون ري ومون ري هما أول شخصين في الطابور وقد سافران من مدينة جاكسون في ميسيسيبي إلى مدينة نيويورك الطريف هو أنه وبعكس باقي المنتظرين فهما لا يريدان الحصول على منتج أبل الجديد وإنما ينتظران لترويج مشروع قادم للرعاية الصحية